تحرك عدد من أعضاء مجلس النواب المصري لاستضاح نوايا الحكومة تجاه شركة النصر لصناعة الكوك والتي بدأ أنها باتت قاب قوسين أو أدنى من التصفية لتكون إن تم هذا الإجراء ثالث شركة تابعة لقطاع الأعمال المملوك للدولة يتم تصفيتها خلال أربعة أعوام بعد شركتي القومية للأسمنت والحديد والصلب ورغم أن وزير قطاع الأعمال لم يخفي نية التصفية بسبب الخسائر إلى أن المحاولات النيابية لا تزال مستمرة عبر طلبات الإحاطة ولمعرفة المزيد حول هذا الأمر معي في الستوديو دكتور متحة نافع رئيس مجلس إدارة الشركة القابدة للصناعات المعدنية السابق أهلا وسهلا بحضرتك والنائب إيهاب رامزي الذي تقدم بطلب بأحد طلبات الإحاطة أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بك في البداية سيات النائب ماذا يحدث في شركة الناصر لصناعة الكوك وإحنا فجينا بقرار سيات البزير بأنه يرغب في تصفية هذه الشركة وهي شركة من كبرة الصناعات الاستراتيجية في جمهورية المصر العربية ودي كانت جالة شركة في خلال أربع عوام يتم تصفيتها وهذا الأمر طبعا إحنا يعني يحتاج إلى وقفة من البرلمان تجاه تصرفات وزير قطاع الأعمال لأن هذا القرار يتم ترتب عليه خسائر كبيرة وتشريد من العمالة يعني آلاف من العمالة وأيضا يعني أصول الشركة وبيع أصول الشركة ستبقى بأسماء بخسم والخسائر هتبقى أكبر بكثير من ما لا يمكن معه إصلاحه طيب دكتور مدحة إمتى أو إزاي بيأخذ قرار تصفية شركة؟ متى وكيف؟ يعني هناك العديد من الاعتبارات التي يجب أن تأخذ بعين بالنظر والتطقيق والدراسة قبل اتخاذ أي قرار له علاقة باستمرار الشركة أو تصفيتها كثير من الشركات كانت قريبة من التصفية لأسباب تتعلق برأس المال يعني خسائرها المتراكمة أكلت رأس المال أكثر من مرة وكان هناك جمعيات أمومية غير عادية تؤقد من أجل استمرار الشركة حقيقة الأمر الكوك ليست من هذه الشركات لأنها كانت تحقق أرباحا حتى وقت قريب يعني حتى رئاستي للشركة التي انتهت منذ أقل من عامين كانت تحقق أرباحا علما بأن هذه الأرباح ممكن أن نتحدث فيها لأنها ليست كلها الحقيقة أرباح محققة بعضها كان ورقيا نتيجة لتعاملات مع شركة الحديد والصلبة ممكن نوضحها في حينه لكن هناك اعتبارات كثيرة اعتبارات اجتماعية اعتبارات سياسية اعتبارات بيئية حتى حينما يتخذ قرار من هذا النوع واعتبارات لها علاقة بالصناعة نفسها هناك أسئلة كثيرة يجب أن تسأل لصانع القرار ومتخذه لدى القيام بهذه التصفية خصوصا في مجال صناعة الكوك طيب في حالة حضرتك كده بتتكلم التصفية بشكل عام لكن إذا قلنا على شركة النصر لصناعة الكوك تحديدا إذا جاوبت على هذه الأسئلة اللي حضرتك طرحتها فكيف تكون الإجابة؟ بالضبط أنا لسه هطرح كمان أسئلة متخصصة في مجال الكوك أو في مجال هذه الصناعة في مجال الشركة تحديدا ما هي بدائل التصفية؟ دي أول حاجة يعني أنا دلوقتي شايف أن في خسائر أو خسائر محتملة نتيجة تصفية الحديد والصلب وهي المستهلك الأكبر للمنتج الرئيس للشركة وهو الكوك طيب نعمل إيه؟ البدائل هي الشركة لديها مصنع كيمويات يمكن أن يتم تطويره ويمكن أن تستمر في صناعة الكيمويات يمكن أيضا أن تتخصص بشكل دقيق في صناعة الأسميدة الأزوتية والأسميدة الأزوتية مرباحة للغاية وشوفنا كلنا حلوان الأسميدة وهي الجارة الملاصقة للكوك وشايفين أبو إير للأسميدة كيف طرحت في البورصة والآن هي تحقق رأس مال سوقي كبير جدا ممكن أيضا أن يستمر التكويك أو عملية التكويك حرق الكوك الحجري المستورد بعملية طول مانيفاكتشرينج يعني استورد الكوك الحجري لأن الحقيقة مصر فقيرة جدا الفحم الحجري عفوا مصر فقيرة في الفحم الفحم اللي عندنا هنا حتى فحم المغارة مش ما ينفعش لهذه الصناعة فتستورد المتكوك وتعمل عملية مش البت المتكوك وتعمله عملية تكويك وتعيد تصديره وانا كنت عملت دراسة النقطة دي بتحديدا دكتور متحة تسمح لي كان وزير قطاع الأعمال يتكلم فيها في أحد البرامج وقال أنه التكلفة المادية لاستيراده تفوق تصديره بكثير فبالتالي العائد المادي غير مربح بالنسبة للشركة ويمكن ده من ضمن القرارات اللي قدت للتصفية من ضمن النقاط عفوا مهم أن يتقاس المارج آه يعني مهم أن يكون المارجن أو الهامش بين سعر الكوك الفحم المستورد عفوا والكوك يغطي العملية نفسها العملية كثيفة استهلاك طاقة وفيها استهلاك للأعمال وفيها مصاريف ومصاريف نقل وشحن وخلاف في بعض السيناريوهات أو السيناريوهات ليست بالقليلة لما كنت أنا في منصبي كانت تستمر بها الشركة وتحقق بها أرباح طبعا بشروط شديدة وبعملية يعني forward contracts أو عقود مستقبلية عقود يعني نلجأ إلى المشتقات يعني للتحوط من التقلبات حطينا سيناريوهات كتيرة ممكن تستمر فيها ده بالنسبة لصناعة الكوك إلى جانب طبعا صناعات كيموائية اللي هي ممكن تكمل لوحدها ومنفصلة لكن طبعا ده ممكن تكون الدولة شايفة أن أنا طب ما أنا هستورد كوك ما أنا هستورد كوك على طول يعني بدل ما هستورد فحم وكوكو وأنا عندي مثلا مشكلة في الطاقة هستورد كوك فده قرار برضو يعود لصانع القرار لما جينا شركات السكر حصل لها أزمة في الفترة الأخيرة إنها كانت محتاجة كوك هي أحد المستهلكين يعني مش بس الأفرانة العالية اللي هي البلاست فارنس السؤال الثاني المهم وساعتها شركات السكر يعني حاولت تستورده ومعرفتش فدي برضو مشكلة أزمة عشان كده احنا بقول صناعة استراتيجية السؤال الثاني هل في يوم الأيام مش هيبقى عندنا صناعة حديد وصلب بتكنولوجيا الأفران العالية يعني صحيح خلاص الحديد والصلب قفلت طيب مش هيبقى عندنا أفران عالية هل هذه التكنولوجيا عافة عليها؟ أبدا 70% من إنتاج الحديد والصلب في العالم يتم بتكنولوجيا الأفران العالية طاب ده في العالم بالنسبة لمصر عندي بالنسبة لمصر مصانع الحديد الأخرى لا تحتاج لهذه الصناعة؟ لا مفيش غير مصنع صيني صغير بيستهلك كوك على قد ويع جدا لكن في يوم الايام انا عندي خام حديد ففي يوم الايام ممكن يبقى عندي مصانع بلاست فرنس بتقوم يعني على الابلاست فرنس على الافران العالية ويبقى فيها تلبيد وتحتاج الكوك ساعتها برضو ممكن تكون الاجابة خلاص يا سيدي لما نعمل المصانع دي هنبقى نستورة كوك سؤال التالت هتعمل ايه في البطاريات يعني البطاريات دي لو انفجرت لو وقفت تنفجرت على طوال البطارية بتاعت الكوك دي افران عالق افران كبيرة البطارية بتتكلف حوالي 200 ل300 مليون دولار فلو انت هتصفي خلاص هيوانس انت هتطفيت على البطاريات دي صلاحة للبيع البطاريات دي صلاحة للبيع لا لا خلص تمفجر تمفجر تماما توقفت الطفق اه تمفجر ولو طفق اطفق امن خلاص ما يبقاش لها اي قيمة غير ممكن بقى لو كسرت يعني هتتبع لحاجات اللي فيها خردة يعني حتى مش خردة ما فيهاش خردة حديد كتير يعني سياتي نائب يهاب الحكومة حينما تتخذ قرار بتصفية احدى الشركات هل مجلس النواب من حقه ان يوقف هذا القرار او حتى يعترض عليه بالضبط وليحنا اولا احنا اعود الحاجة بالنسبة لنا بنبدأ بطلبات احدى ويتم استدعاء الوزير ويتم مناقشة الوزير في ممبررات التصفية وبعدين المجلس النواب بيقدر يطلع توصية بعدم تصفية او تصفية ده امر لما الامر الثانيي ان احنا من حقه الي Warszawa ان احنا نجري استكلمة للوزير دائعو ان احنا الوزير انا شايف كده الوزير ده بش وزير جاء للتصفية مش بش بش مش وزير قطاع اعمال جاء الي كي يصفي شركات قطاع الاعمال لكن احنا جاء لتطوير شركات قطاع الاعمال جاء لتغيير النظام الاداري في شركات قطاع الاعمال علشان احنا نقدر تحقق ارباح لكن مش اسهل حاجة ان انا اقدر ان انا اصفي وبقى شرد عمال وابيع قومات الشركة باسمان بخسة وده اللي احنا كنتم يلحد يتكلم عليه احنا لو نهاردة طفقنا الافران دي كلها او البطاريات دي اعتقد انه حيرب خسائرها يبير سليسة ان احنا عندنا يعني مش كل حاجة هوا الكوك هي بتنتج عدة تنتج اتنين وعشرين منتج تاني بخلاف الكوك بالضبط ده امر تاني ده مهم جدا احنا عندنا حاجات تانية بتخش في الصناعات وفي التعديل وده حتى كمان في الاغذية فيعني اعتقد انه تطوير الشركة هيبقى افضل بكثير جدا من تصفيتها وبعدين كان في خطة للتطوير كانت موجودة وتم عمل مزايدة للتطوير الشركة وتم ارساء المزايدة على الشركة اوكرانية مزبوط بـ 125 مليون دولار طب دي يا فندم كانت من 2018 لماذا لم يتقدم البرلمان بطلب احاطة حتى لمعرفة لماذا توقف التعامل مع هذه الشركة رغم انه الغرامة تمثل حوالي 9 مليون دولار يعني انا الحقيقة طبعا لحليل والصوب وبعدين وما كانش بقى شركة النصر كانت مطروحة للتصفية النهاردة بيقولك انها هي بعد من تصفية الحليل والصوب بقى محتاجين من صفي شركة النصر وده في حد ذاتها برضو كارثة كارثة كبيرة طبعا انت كده معنى انك انت بتصفي شركتين يعني تصفية الحليل والصوب قدت إلى تصفية شركة تانية وخسائها للشركة تانية إذن سات النائب حدك قلت انه البرلمان ممكن يخرج توصية هل التوصية دي ملزمة لوزير قطاع الاعمال بان يتوقف اذا توصلتم لاتفاق بعدم التصفية التوصية دي ملزمة ام لا هي التوصية دي طبعا قد تكون بدسبة كبيرة ملزمة لانها لون وزير قطاع الاعمال لو خلف هذة التوصية احنا محققنا اننا نستجوبه محققنا اننا نسحب الثقة فانا لدينا من السلطات اللقابية او وسائل اللقابية كبيرة جدا بس الامر احنا مستنين نسمع مبررات او نعرف مبررات وزير قطاع الاعمال لماذا لجأ الى هذا القرار لأمر مهم جدا لعادة تقييم هذا القرار طيب ارجع للسؤال مرة تانية سات النائب الحكومة بتملك اتخاذ قرار تصفية دون الرجوع لمجلس النواب هل تحقق اصيل الحكومة ان يتتخذوا دون الرجوع اليكم لا طبعا هو مفروض ان القديق خرارات بصرية وبيتم عليها لانه احنا بنلاقي الخسائم هيش خسائم مادية بس احنا عندنا دي صناعة استراتيجية وطنية دي احنا بنشوفها الاثار الاجتماعية اللي هي بتعود على المجتمع المصري احنا عندنا هنلاقي مشاكل تانية خاصة بالعمال وتأمينات العمال اللي كانوا بيعملونا في هذه الشركة عندنا مشاكل تانية هلواجهها ودي طبعا احنا العمالة في الشركة هلجأوا البرامال وفي التددي برضو عندنا في تعودات تانية ولازم نفهم ونعرف وزير قطاع الاعمال هيعمل ايه بالنسبة لتعودات العمال هو وزير قطاع الاعمال بحسب التصريحات المؤخرا انه قال انه التصفية هتكون لدفع مستحقات العمال لالفين عامل تقريبا اللي بيعملوا فيه شركة النصر للصناعات الكيميوية سوري شركة النصر لصناعة الكوك عفوا عفوا احنا الوقت يهم موضوع كله مش مستحقات العمال بس انت هتبيع اصول للشركة علشان تدي العمال وبنتي طلع انو نحصينا خسائر أدبر بكثير من خسائر التطويق يعني انت الوقت انتمر يعني انت الوقت انتطور ونشغل عمالة ونستويتش ونوفر عملة صعبة للبلد أفضل ولا نحن نصفي ونحصي خسائر لان احنا الخسائر كمان مش اولا تعويق العمالة دي قد ايه اولا تعويق تأمينات العمال دي قد ايه اتبيع الاصول النهاردة في شركة تعمل وبتعمل بكفاء ولا في شركة دلوقتي خسيرة وشركة هتباحها يعني مقاومات قد تكون خردة وممكن غير قابلة للتشغيل بردات أخر هذا الأمر طبعا شركة هي قاسة في تقليم وسئر الشركة هل بقت كل حلول انقاذ الشركة بالفشل حتى يتاجه وزير قطاع الأعمال للتصفية هو الحقيقة الشركة لم تكن من الشركات اللي بنضور على انقاذها لان هي زي ما قلت الحضرتك كانت تحقق أرباح خلينا وضح بس ان جانب من الأرباح ده كان بيحصل وده بيحصل في كتير من شركات قطاع الأعمال كان بيحصل قبل أن آتي للمسؤولية كان بيحصل جزء منه يعني في عملية في السبلاي تشين في عملية سلاسل الإمداد بين شركات بتخدم على بعض شركة ما عندها السيولة فتشتري المنتج من شركة أخرى شقيقة وتدفع لها أكتر من السعر العالمي لكن بتدفع لها كلام ده على الورق يعني تتحول إلى مديونية زادت مديونية الحديد والصلبة عند كوك لربعمائة مليون الكوك كسبانة لأنها بايعة المنتج ودي ريسيفبل دي أموال حتى تلقاها ربعمائة مليون ده ما كانش مقبول بالنسبة لي لما توليت وفي ناس زعلت مني يعني في ناس زعلت اعتبرتني بحابي الكوك على حساب الحديد والصلب لكن الحقيقة أنا مش بحابي حدا كنت عايزة أعمل بالانس لأن الكوك لو وقفت الحديد هتوقف فالكوك عايزة فلوس حتى مش عشان تحقق أرباح ما الأرباح كده كده ما بتوزعش أرباح لأنها زي ما بقول ما فيش سيولة فعندنا حلينا أزمة السيولة نسبيا لما خلينا الحديد والصلب تسدد التزاماتها وتقالل المديونية وقالت لتحت التلتمية مليون لكن لما الحديد والصلب بدأت تسدد بقى قالت مدام أنا هسدد هدفع السعر العالمي مش هدفع لك بزيادة لأن كده أنت كنت الأول يعني كان فيه زي فايدة مستترة فأنا مش هدفع لك الفايدة دي فأصبحت دلوقتي عنده مشكلة ربحية هنا بدأت تظهر مشكلة الربحية في الكوك يعني وأنا الحقيقة ساهمت في إظهارها من هذا الجانب فقط يعني أظهرت هذا الجانب لكن حقيت بدأت وعن أنك كنت رافض للفكرة وأنك حاولت ترفع من القيمة لشركة النصر وغيرها لكن أنت في وقت حضرتك أو وقت خروجك حتى في آخر الفترة اللي كنت فيها رئيس لقطاع الأعمال أنت يعني تم تصفية الحديد والصلب لا الحديد والصلب تصفت بعد ما أنا مشيت أيها لكن القرار أخيز بعد ما حضرتك مشيت ده معناه أنه كان الترتيب من وقت ما أنت كنت موجود قرار تصفية شركة الحديد والصلب ده قرار كبير جدا لا يا فن لا يتخذ بين ليلة المضحاعة يعني يعني لست في حلم أن أقول القرار كان إيه لكن في كل الأحوال ما كانش القرار لحد ما مشيت ما كانش قرار التصفية صادر قرار صادر عن الجامعية العمومية بتصفية الشركة وهو قرار جامعية عمومية يعني حتى دلوقتي الكلام على التأثير على قرار الوزير هو في الآخر الوزير هيقول ده قرار جامعية عمومية للشركة يعني هيعود للشركة القبضة للصناعات المعدنية سيد النايب لماذا لا تعرض الحكومة الشراكة مع القطاع الخاص لتقويم مثل هذه الصناعة أو لتقوية هذه الصناعة بدلا من تصفياتها وهو ده لبقى الأمر المهم جدا يعني يعني احنا نعرض المشكلة كمان لماذا لم نلجأ إلى التطوير بعدما نتمر دراسة هذا التطوير ببعافة شركة ألمانية والشركة الألمانية قالت كيفية التطوير وقعدت لهذا الأمر دراسة مستفيدة جدا وقالوا أن التطوير ده كمان هيحقق أرباح لشركة عظيمة جدا وتقدر الشركة تصدر المنتج إلى الخارج ويعود بالدافع بالعملة الصعبة على مصر بفرود أنه لا نلجأ إلى التصفية كقرار إلا بعد ده يعني مشينا خطوات ومشوار كبير جدا في مسألة فشل للتطوير نعم تنسيات النايب أخيرا الخطوات المرتقبة للتعامل مع هذا الأمر الخطوات المرتقبة ده هتوبها داخل برغمان إن شاء الله في دون القدر يعني القدر ده إن شاء الله لأنه هذا الأمر هيتم طبعا فيه هيتم تحديد موعة لإستدعاء وزير قطاع الأعمال علشان هيكون الأمر هيطرح على كل كان إننا لدينا في برغمان متخصصين سواء في مجال في الأمور المالية وفي الأمور الفنية أنا قانوني ولكن هناك من المتخصصين ما لديهم من أراء للتصدي إلى هذا الملف وتصرفات وزير طالعا أشكرة جدا سيدة نائب إيهاب رمزي وأيضا دكتور متحد نافع شكرا جزيلا للانضمام على شاشة بي بي سي شكرا جزيلا